نظمت السفارة السودانية لدى البلاد بالتعاون مع وزارة التجارة والتنمية الصناعية ورشاة حول معرفة معاوقات التبادل التجاري بين الشاد والسودان اللى مناسبة تلأسها وزير التجارة محمد الله الطاهر وبهضور السفير السوداني سعدة أبدالأزيز حسن صالح تقرير محمد عثمان بشير بغرض البحث عن حلول ناجعة وإيجاد فرص ممكن لتبادل التجاري بين البلدين الشاد والسودان وايضا محاولة إيجاد طرق مناسبة للتحويلات المالية بادرت مجموعة شركات جياد الصناعية في تنظيم هذه الورشة في إطار التعاون بين السودان وشاد لتحقيق ذلك الهدف الذي بات يسعى إلى تحقيقه منذ فترة رئيسات دولتين ذلك يأتي على حامش المعرض الكبير لمنتجات مجموعة جياد الصناعية السودانية بالبلاد منذ أيام سفيروا جمهورية السودان بدوره أبدأ تفاعله الكبير من هذه الورشة نأمل أن تضع هذه الورشة اللبنات والأسس القوية وتخرج بتوصيات عملية نستفيد منها في مستقبل الأيام حتى تنطلق مسيرة التعاون التجاري والاختصادي والمالي إلى آفاق أرحم بينما الأمين العام لوزارة التجارة والتنمية الصناعية هو الآخر في نجاه العلاقات التجارية بين البلدين وأكد متفاعلا بأن الحكومتين ستجد حلا عاجلا لجميع العقبات التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين مضيفا أن الاتفاقيات التي وقعت بين البلاد والسودان فيما يخص تسهيل حركة التصدير والإرادات بين البلدين من أجل مزيد من التعاون والتنمية الحركة التجارية بين جمهوريتي السودان والشات ترجمة نانسي قنقر